موسيقى الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله أما بعد هذا برنامجكم قالت العرب من أبيات المعلقات المحفوظة في الصدور قول لبيد بن ربيعة من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة وإمامها من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة وإمامها والعرب كذلك تقول في أمثالها الناس على دين ملوكها يحتاج كل أحد كل فئة كل أمة إلى قائد إلى رؤوس في الحق إلى قدوات يقتدى بها فإذا كان سادة الناس أجواد جاد الناس وإذا كان سادة الناس شجعانة تشجع الناس وهكذا الناس تبع لملوكهم تبع لمن هو سيد أهل زمانهم في كل شيء ولذلك قالوا أن الناس في عهد عمر بن عبد العزيز كان الرجل إذا قابل الرجل يسأله كم قمت الليل كم قمت من الركعات في الليل لأن عمر كان يقوم الليل وقالوا كان في زمن الوليد بن عبد الملك إذا الرجل لقي الرجل يسأله عن البناء لأن الوليد كان مولعا بالبناء هنا هذا المعنى خلده لبيد بن ربيعة في الجاهلية فعندما تسمع قوله سنت لهم لا يقصد السنة المعروفة التي هي مقابل الكتاب المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقائل قال هذا البيت في الجاهلية قبل أن يحرر معنى السنة فمن هو لبيد بن ربيعة هو ينتسب إلى بكر بن هوازن أحد شعراء المعلقات مطلع معلقته عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها وله فيها أبيات شهيرة ذائعة منها البيت الشهير وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها قالوا إن هذا البيت لما سمع الفرصدق منشدا ينشده خر ساجدا فعوتب في هذا فقال أنتم تسجدون لجيد القرآن وأنا أسجد لجيد الشعر أي أن كانت هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة إنما تبين لك كيف كان العرب شغوفين جدا بالشعر وبالكبار منهم الذين يفقهون الشعر كيف يتأثرون به قال البيت عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها إلى أن قال يتكلم من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إرزامها فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ضباء ونعامها والعين عاكفة على أطلائها عوذا تأجل في الفضاء بهامها ثم قال في آخر القصيدة فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها ثم أخذ يتكلم في أبيات معدودات وهم العشيرة أن يبطي حاسد أو أن يصير مع العدو لآمها نأتي للبيت قوله من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة وإمامها هذا كما بينا تقوله العرب في أنك لا تستطيع أن تلوم أحدا إذا كان سيد ذلك الدار مفرطا في الشيء الذي أنت لم تفيه لكن كلما كان الأخيار هم السادة هم الذين يقتدى بهم فإن الناس بخير ولذلك قيل إنما يكون البلاء في الأمة إذا كانت السيوف بيد الجبناء والمال بيد البخلاء وهذا من أعظم أسباب تقهق لأي أمة إذا كانت السيوف والسلاح بيد الجبناء فهؤلاء لن يقاتلوا لأنهم جبناء وإذا كان المال بيد البخلاء فإن هؤلاء لن يجودوا لأنهم بخلاء فحري بالأمة أن تكون السيوفها أسلحتها بيد أهل الشجاعة منها وأن يكون المال بيد أهل الفضل والجود والسخاء منه لأن هؤلاء سينفقون منه فينجم عن ذلك خير كثير كما ينجم عن الأول دفع عن الأعراض ورد وإنجام لمن يتطاولوا على البلاد والعباد فهذا كله يمكن أن نستسقى من قول لبيد من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة وإمامها لأن الإنسان إذا ابتلي بمجد تليد فهو يريد أن يحافظ عليه يجد أن التكليف الذي يحمله على عاتقه ليس بالأمر الهيئي منزلة لبيد في الشعراء عظيمة فهو أحد شعراء المعلقات ويروى أنه سئله ونفسه سئل من أشعر الناس قال الملك الضلي يقصد امرأ القيس وإنما سمي ملكا ضليلا كما سيأتي إن شاء الله لأنه عجز أن يرد ملك أبيه قيل ثم من قال الشاب القتيل وهذا مر معنا ويرد أن يقصد بهذا طرفة ابن العبد لأن طرفة مات صغيرة قيل في الثالث والعشرين قتل على يد عامل عمر بن هند في البحرين قيل ثم من قال الشيخ أبو عقيل يقصد نفسه قال الشيخ أبو عقيل يقصد نفسه وهو معدود مع شعره من أجواد العرب وقد كان كريما جدا سخيا بما في يده ويقال إن أمير المؤمنين عمر بن الخطار رضي الله عنه وأرضاه ولبيد هو أحد شعراء المعلقات قبل أن ناتب قصته مع أمير المؤمنين الذين أدركوا الإسلام والذين أدركوا الإسلام من شعراء المعلقات الأعشاء ولبيد فأما الأعشاء فآمن لكن لم يتم له إيمانه وقدم يقول ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد وأما لبيد فقد تم له الإيمان كان أول الأمر من المؤلف قلوبهم ثم أضحى مسلما حسن الإسلام وبعث عمر إليه وإلى شاعر آخر يقال له الراجز العجلي بأن يكتب ما قاله في الإسلام في الشعر فأما الراجز فكتب لقد سأل تهينا موجودة رجز تريد أم قصيدة وأما لبيد فكتب صورة البقرة وقال إن الله أبدلني بها مكانة الشعر ففطن لذلك عمر فأنقص خمسمائة من عطاء الراجز وجعلها للبيد فكتب الراجز وكان ذكيا إلى عمر أتنقص من عطائي أن أطعتك يا أمير المؤمنين أنت أمرتني وأنا أطعتك فلماذا تعاقبني على طاعة لك وقد كان هذا مدخلا جيدا وكان عمر وقافا ليس فيه الكبر وهذا من أعظم خصال عمر وجل عطايا عمر أو قل كل عطايا عمر ذات كانت مناقبة حميدة نعود الآن إلى لبيد بن ربيع فزاده عمر رضي الله عنه أرضاء خمسمائة التي أنقصها من الراجز قبل أن يردها إليه كتب له أن يعمر ولهذا قال بيته الشهير ولقد سئمت من الحياة وطولها وصؤالي هذا الناس كيف لبيد أي منذ دهر وأنا أسأل كيف لبيد كيف لبيد وقالوا إنه عاش قرابة مئة وخمسين عاما وليس هذا بالعمر الهيئ وقد قال الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا ويقال إنه لم يقل في الإسلام بيتا غير هذا البيت لم يقل في الإسلام بيتا غير هذا البيت وإلا في الأول كان يقول الشعر وقد رث أخاه أربد الذي أحرقته الصاعقة وهو أخوه لأبيه ولم يكن أخا شقيقا له لكنه كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم معامر بن الطفيل وعليهما دع النبي عليه الصلاة والسلام فأربدوا أهلكته الصاعقة وعامر أصابته غدة فقال المثل المشهور غدة كغدة البعير وميت في بيت سلولية نعود إلى لبيد وإلى قوله من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة وإمامها كلمة إمام في اللغة يقول بعض اللغويين وهذا حق أنها ليست مدحا في ذاتها وإنما ينظر إلى السياق فقد تكون مدحا وقد تكون ذم لأن الله عز وجل وصف فرعون وآله بأنهم أئمة لكنهم أئمة يدعون إلى النار ووصف الله عز وجل خليله إبراهيم بأنه كان إماما إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكو من المشركين ودحه بهذا ثم قال جل وعلا أخبره أنه كان إماما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بشيء وطهفر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هذه في صورة ثم قال في البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال جل وعلا عن دعاء عبادي الصالحين في الفرقان واجعلنا للمتقين إماما فلما جاءت كلمة للمتقين عرفنا أنها إماما في الخير ولما ذكر الله فرعون وآله وذكر النار عرفنا أنها إمامة في الشر لكن قطعا إن لبيدا هنا إنما أراد الإمامة في الخير من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة وإمامها قائد يخذه إما إلى الخير إلى النجاة إلى الفلاح وإما قائد عياذا بالله يقودهم إلى المحالك ولذلك على الناس أن لا يسودوا إلا من غلب على ظنهم أنه قد عرف طرائق الفلاح وموارد النجاح وسلمت سريرته ولا بد أن يكون سيد القوم ممن خلق قلبه من الحقد لأن من كان كذلك من الصعب جدا أن يكون إماما أو أن يكون سيدا وليس رئيس القوم من يحمل الحقدة من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة أي طريقة ليست السنة المقابلة للكتاب فالسنة من حيث الدغاء معناها الطريقة تتبعون سنن من كان قبلكم ولكل قوم سنة وإمامها طريقة وإمام قائم عليها أو قد يكون بمعنى الجمع يعني أقوام يسودون يتقدمون الركاب ويسودون الناس ويقودونهم إلى إلى الخير لبيد ابن ربيع هو قائل هذا البيت وقد بينا أنه أحد أصحاب المعلقات وذكرنا رأيه في الشعراء وكيف أنه جعل نفسه ثالثا لهم وأما القصيدة التي ذكرها في شعري وهي معلقته فقد أكثر فيها من وصف الناق وأبدع في ذلك لكن الألفاظ قد تكون وعرة بعض الشيء غريبة عن المسامع خاصة عن أهل زماننا فلذلك لا تراها معفوضة بخلاف غيره من شعراء المعلقات ربما كانت كلماتهم أسهل منطقة وإن كان يعني بلبيد إذا قيس بغيره يعد ممن سهول منطقه لكن الأبيات كذلك فيها ما يعين على الفصاحة جدا كقوله من كل سارية وغاد مجن وعشية متتابع إرزامها فهذه أبيات لو حفظت حفظت وزايا لها الصراب كأنها أجزاء بيشة أثلها ورضامها مرية حلت بفيدة وجاورت أهل الحجاز فأين منك مرامها فقد وفق كثيرا فيما يغلب على الظن في هذه الأبيات هذا هو بيت لبيد بن ربيعة وهذا بعض شرحه وهذا بعض التعريف بلبيد نفسه والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر